اشتركوا في القناة والعاشق للشعر والنظم باللغتين الأمازيغية والعربية وشارط في المدرسة الوقاقية سنوات والمختار السفلي قال وهو الذي أصل فيها القراءات مع تدريس بعض الفنون العلمية في الدرسة الوقاقية المهم بقى هنا وتناسل هنا وسكان واستقر فكان سيد محمد بن نمكي بن شرفوي ابنه ابوه أيضا كان مشارطا في المدرسة الوقاقية كيقرر القرآن كيقرر السفلي وولد هنا وهو من أقراني وكنت معه حينئذين ولهذا كانت عندي واحد حضباء عنده أنني كان كان تكلمه بزاف وكان اجتبعه بزاف كان ضحكه بزاف يعني بعد ما قلنا فقه هنا ودرس العلم ودرس القرآن وعافظ القرآن عند أبيه ثم امتقل إلى أدوز عن جسدي المحفوظ أدوزي هناك يعني بقي إلى أن امتلع علما كما يقال وجاء ثم خرج إلى يعني بعد انتكون خرج إلى التكوين إلى التدريس والإشراط فشرت فيه عدة أماكن آخرا يعني انتهى به المطفل لكي منه بزاف انتهى به المطفل إلى مدرسة الوقاقية الذي التحق بها فقيها وإماما منذ 1980 فبقي فيها إلى أن توفي سنة 2017 بعد استقراره سنة 1985 بزاوية سيدي وقاق بجماعة إثنين أقل إقليم تزنيت استطاع البو جرفاوي التفرغ لقضايا علم التوقيت ونشر خبرته في ذلك بين تلامدته اكتسبوا من خلالها تجربة كبيرة في ضبط وتبسيط رسم الأوقات واحتساب الظلال مع إشرافه على أبحاث علمية رائدة في ميدان علم الفلك كيحكي لي أن قصته مع علم الفلك ما كانش كيدرس ما كانش كي يهتم بعلم الفلك ولا كيتعطلو من اللي كان فادوز من اللي خرج وكيقرره قبل بيجي سرعان ما يعني يلتقى أو يستضم ببعض قضايا في علم التوقيت فاستفزت وقام ب فقال على نفسه أن يدرس هذا العلم فاشتغل بدراسته تلقائيا يعني عصاميا وكان كيمشي احتل عند عبد الرازق في براكش وكيمشي عند رمساني في الرباط هدو كلهم أقطاب دي العلم الفلك دي العلم التوقيت كان كيمشي لعندهم وكي يأخذ منهم وكيجي لعندهم وكون هنا هي مدرسة وتلاميذ دياله في علم الفلك اكتفى بتدريس علم التوقيت في مدرسة الأقل اكتفى بدراسة علم التوقيت مجموعة من التلاميذ لا يفارقونه ويشتغل معهم حيث ما وجدوه وحيث ما وجدوهم يمكن تلقى في على برا يمكن تلقى في في مجلس يمكن تلقى في قاعة الصلاة أو أي قام من القاعة وكي يتكلموا في حدروا على عم التوقيت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر